تمكن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي من انتزاع 1350 لغم زرعة ميليشيات الحوثي في مختلف المناطق وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع مسام حتى الآن حوالي 323 ألف لغم من زرعة الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية وذلك لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء